قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية وأشار إلى أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطع تعد غير مقبولة أضف عباس أن غزة يجب أن تدار تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية ملوها إلى أن القيادة الفلسطينية تعرض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة كما قال عباس أن اقتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة وتوسيع نطاقها وسيؤدي إلى تعقيد المحادثات الرامية لحل الأزمة